اهلا بكم اشهد رئيس مجلس سيادة الانتقالية الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بالدور الريادي الذي تطلع به الهيئة العربية للاستثمار والانماء في سودان جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي محمد بن عباد المزرعي الذي قدم لسيادته موجزا عن اتفاقية الهيئة مع سودان في المجال الزراعي واتفاقية المقر واوضح المزرعي في تصريح صحفي ان الهيئة منذ انشائها قبل 40 عاما ركزت جل جهودها في السودان على اعتبار ان السودان هو سلة الغزاء العالم العربي الى ذلك اوضح المزرعي ان عدد الشركات التي تديرها الهيئة في السودان تبلغ 13 شركة منها شركات قائمة واخرى تحت التأسيس مضيفا ان مجلس ادارة الشركة وافق على انشاء صندوق استثماري مع مستثمرين اجانب بحوالي 40 مليون دولار لاستثمار الزراعي في سودان طرقنا الى الموارد الاقتصادية التي تملكها السودان ومنها الموارد الزراعي حقيقة الموارد الزراعي يعني السودان لها عندها ميزة تنافسية وعندها ميزة تفاضلية على كثير من الدول وتستطيع في هذا القطاع ان تحقق الكثير من الانجازات وانا اعتبر حقيقة ان الزراعة في السودان هي بترول السودان الذي لا ينضب كذلك يعني تحدثنا عن المرحلة المقبلة واستمع تفهم فخانة الرئيس لهذا الدور واكد على ترحيب السودان بنشاط الهية وعلى تعزيز دور الهية ان شاء الله في المستقبل وازالة اي صعوبات او عقبات يعني قد تعترض مسيرة الهية قال مدير ادارة المنظمات بوزارة الخارجية مقرر اللجنة العليا لتحضير للمؤتمر العالمي للسمغ العربية السفير كمال جبارة ان انعقاد المؤتمر بالخرطوم في النصف الثاني من اكتوبر المقبل يعد مفتاحا لتطوير علاقات التعاون الاقليمية والدولية في مجال تلك السلعة وبداية للقضايا على الفقر في اثنتين عشرة ولاية منتجة للسمق بالسودان واكد السفير كمال جبارة ان المؤتمر الذي يقام تحت رعاية انكتاد يشارك فيه خمسة عشر دولة افريقية منتجة لسمغ العربي والاتحاد الافريقي والدول المستهلكة على رأسها امريكا والصين وماليزيا فضلا عن كبار مستوردية الصمغ العربي وقال ان الامم المتحدة سبق وافقت مبدئيا على اقامة مركز ابحاث للصمغ العربي بالسودان ذلك بشرط ان توافق المجموعة الافريقية واشار الى قرار من قبل الحكومة لتخصيص ارض للمركز اغلق مؤشر وسوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم منخفضا عند 14.518.109 اجزاء من النقطة وارتفع حجم التداول من 58.954.512 جنيها الى 272.582.307 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 364% وارتفع عدد الاوراق المالية المتداولة من 211.134 الى 2.289.551 ورق مالية بنسبة ارتفاع بلغت 511.1% وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 40.40 صفقة الى 168 صفقة من نسبة ارتفاع بلغت 273% اكد نائب مدير برنامج دعم استقرار شرق السودان بمنظمة الفاو محمد الدوم ان التخطيط السليم هو اساس النجاح ولا يتأتى الا عبر المعلومات الصحيحة والموثقة حتى تسهم في وضع السياسات مبينا ان معظم السياسات في الفترة السابقة كانت توضع بطريقة لا تحقق الاهداف المنشودة واقال نأمل من خلال المشروع في بناء سياسات فاعلة مع الشركاء امتدح الخبير والمحلل الاقتصادي دكتور عماس جامع المجهودات المقدرة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية برئاسة اللواء ركن ابراهيم جابر في انجاح الموسم الزراعي الحالي من خلال التزامها بالمصفوفة التي تبعتها في الاعداد للموسم مشيرا الى التزام اللجنة بالوعود التي قطعتها في توفير معينات ومدخلات الموسم الزراعي التي يأتي على رأسها توفير التمويل والتقاوى وإدخال التقنات الحديثة والميكانة في العملية الزراعية اجازت الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية في اجتماعها الماضي توصية مجلس الادارة برفع رأس مال البنك الى 500 مليون جنيه وقال المدير العام للبنك الذي اشاد بقرار الجمعية العمومية ان ذلك يضع البنك في طليعة المصارف العاملة في السودان كما يمكنه من تنفيذ مشارعه ذات الصلة بتوفير قطاع ثروة الحيوانية من حيث المزارع والحظائر والتصنيع بما يحقق الاضافة النوعية لصادر الثروة الحيوانية بالبلاد وكان اجتماع الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية الذي انعقد مساء السبت الماضي في دورته التاسعة عشر بدار اتحاد المصارف وسط حضور كبير للمساهمين في بنك الثروة الحيوانية كان قد اجاز تقرير مجلس الادارة بالاجمع اجازت الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية في اجتماعها السبت الحادي وثلاثين من اغسطس المنصر توصية مجلس الادارة برفع رأس مال البنك الى خمسمائة مليون جنيه وقال المدير العام للبنك والذي اشاد بقرار الجمعية العمومية ان ذلك يضع البنك في طالعة المصارف العاملة في السودان كما يمكنه من تنفيذ مشاريعه كافة ذات الصلة بتطوير قطاع الثروة الحيوانية من حيث المزارع والحظائر والتصنيع بما يحقق الاضافة النوعية لاصادر الثروة الحيوانية بالبلاد الحمد لله رب العالمين البنك يعني يسير بخطى ثابت ان شاء الله نحو النجاح المتواقع ان شاء الله وفي هذا العام ونحن في اغسطس في شهرها بنهاية اغسطس 2019 حق البنك نتائجة طيبة جدا جدا ان شاء الله ستظهر نتائجة نهاية العام وكان اجتماع الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية الذي انعقد مساء السبت الحادي والثلاثين من اغسطس في دورته التاسعة عشر بدار اتحاد المصارف وسط حضور كبير للمساهمين في البنك قد اجهز تقرير مجلس الادارة بالاجماع وقد رأست الجمعية العمومية مندوبة بنك السودان المركزي الدكتورة سمي عامر عثمان مدير عامل ادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالبنك المركزي والتي اثنت على اداء البنك واشهدت بوعي المساهمين وحرصهم على دعم البنك وتطويره كما اشهدت بالعاملين ببنك الثروة الحيوانية وتفانيهم في تحقيق اهداف البنك اهم المتائج التوصل لها الاجتماع اول حاجة زيادة رأس المال بنك الثروة الى 500 وذلك مخترح اما الآن تعين لمجلس ادارة جديدة ووضع بعض البرامج والخطط الدكتور عواض بابكر محمود المدير العام لبنك الثروة الحيوانية خاطب الجمعية العمومية منوها للتطور المضطرد في اداء البنك مشيدا بالعاملين والتزامهم بموجهات وضوابط العمل المصرفي كما حي مجلس الادارة وحرصه على توفير مطلوبات العمل كافة كذلك قدمت هيئة الرقابة الشرعية تقريرها للجمعية العمومية عن العام 2018 مؤكدة اطلاعها على كافة المعاملات الاستثمارية والمصرفية المختلفة ومراجعة الملفات الخاصة بها والعقود المختلفة بالبنك واكدت الهيئة على ان ادارة البنك تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية في مجمل هذه المعاملات الحدث الاقتصادي تواصل معكم على قناة سودانيا 24 وعقب الفاصل ننتقل لمناقشة ملف اليوم بدأ رئيس وزراء سودان عبدالله حمدوك المفاوضات من اجل جمع الاموال اللازمة لانعاش الاقتصاد بالخرطوم وذلك بعد ان اعلن عن الحاجة لثمانية مليارات دولار لانعاش الاقتصاد وفقا لموقع افريقا فيستا الافريقي ان حمدوك بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل الحصول على الاموال اللازمة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض العملة المحلية ويعادة هيكلة الديون وكان حمدوك قد قال في تصريحات سابقة ان سودان يحتاج الى ثمانية مليارات دولار من المساعدات الاجنبية في العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في اعادة بناء الاقتصاد المنهك وذلك ما يدعم نوايا الحكومة في الاتجاه الى تأسيس اقتصاد يقوم على الانتاج والانتاجية بما يسهم في نهوض اقتصاد شامل عد البحث عن صياغ مرن للتمويل والاقتراض حجر الزاوية فيه وجه بشع لرأس المال العابر للحدود هو احد اهم ادوات الاستعمار الحديث تلك هي النعوط التي يرمى بها البنك الدولي من قبل مناهضه لكن رغم ذلك ما من سبيل للدول الطامحة للمهوض قليلة الموارد المثقلة بالديون غير التعامل معه عن طريق الاغراض من الاموال الخاصة او باصدار سندات القروض للاكتتاب الدولي ويمثل التعامل مع المؤسسات المالية الدولية بالنسبة للسودان ضرورة حسب ما صرح به رئيس الوزراء للحصول على القروض والمنح وجدولة الديون او عفائها والتي تعد عائقا لانطلاق الاقتصاد وحسب تقرير للبنك الدولي بلغت ديون السودان اربعة وخمسين مليار دولار منها خمسة وثمانون بالمئة متأخرات وتضم قائمة دين السودان مؤسسات متعددة الاطراف بنسبة خمسة عشر بالمئة ونادي باريس بنسبة سبعة وثلاثين بالمئة بجانب ستة وثلاثين بالمئة لاطراف اخرى بجانب اربعة عشر بالمئة للقطاع الخاص وحسب تقرير تقييم للاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر فان نسبة ديون الخارجي اعلى من الحدود الاسترشادية حيث بلغت مئة وستة وستين بالمئة من اجمال الناتج المحلي مقارنة بالحد الذي يبلغ ستة وثلاثين بالمئة وبيّن التقرير تدهورا في جميع المؤشرات بعد التراجع الكبير في اجماله الناتج المحلي والارادات الحكومية ومما لا شك فيه ان التغيير الثوري الذي انجزه الشعب السوداني باسقاط نظام البشير مهد الطريق لبدء اتصالات لرفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الرعية للارهاب كخطوة اولى باتجاه الوصول الى تفاهمات للاستفادة من برامج الاعفاءات من الديون والحصول على المنح والغلوض اثار هذا الاتجاه في طلب التمويل من الصناديق الدولية المخاوفة بشأن الوقوع في فخ وصفات البنك الدولي المقرونة بجملة اشتراطات وحزم من الاصلاحات المؤلمة التي يقع على رأسها الرفع الدعم عن المحروقات والتحرير المطلق للسلع وتعويم العملة وإلغاء اي قيود تتعلق بسياسة الاستيراد وإلغاء الاجراءات المتعلقة بتشجيع الصادرات والسماح للقطعين الخاص والعام بالاستيراد غير المقيد وغيرها بيد ان الرئيس الوزراء كان قد رد بشكل غير مباشر على هذه المخاوفة بان الامر مرتبط بقوة المفاوض وحنكته في رفض الشروط المجحفة مستشهدا بتجارب اقليمية عديدة افلتت من براثن الوصفة الموجعة لصندوق النقد الدولي في المنح والقروض ولمزيد من التفاصيل والتوضيح ورحب بضيفي من الخرطوم الأستاذ أحمد حسين أحمد خبير تنموي ومستشار اقليمي في الأمم المتحدة مرحبا بك أستاذ أحمد وبداية ليس من المعروف إذا كانت ثمت خطط مفصلة لعملية النهوض والبناء الاقتصادي المبشر به هل تعتقد أن بدء التفاوض مع صناديق الدولية قبل إقرار خطط وبرامج اقتصادية مفصلة سابق لأوانه أم أنه تمهيد ضروري قبل إعلان تشكيل الحكومي وإعلان البرامج والفضل طيب هو الحقيقة يعني يمكن كما ورد في تقريركم واضح جدا أنه يعني الأخ رئيس الوزراء دكتور حمدوك يعني بيحمل رؤية وفي نفس الوقت هو بيحمل برضو عنده محازيل وأنا أتكر المحازيل مبررة باعتبار التجارب السابقة يمكن كغريبا نحن من الاستقلال زي ظللنا في دوامة كثير من التعقيدات الاقتصادية وعدم امتلاك الرؤية الكاملة في حل حالة الإشكاليات الاقتصادية بصورة يعني يمكن مستدامة الواضح جدا أنه في نمازج كثيرة جدا في العالم يعني يمكن بدأت تصهر بالذات بعد بروز ما يسمى بدول الاقتصادات الصعبة وفيها نمازج بتقوم على الانكفاء على الزات والاعتماد على الزات وأيضا ده ما بيمنع أنه الاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات الدولية يمكن حقيقة هي أيضا يعني لو ما كانت في يعني محازيل وفعلا قوة المفاوض ومش قوة المفاوض فقط يعني بتعتمد على البناء المؤسسي للمؤسسات في الدولة ومدى تناقمة ومدى تنسيقة وتقديم أولوياتها ورؤية الاستراتيجية هي ماذا تريد من هذه المؤسسات يعني الظاهر أو الحقيقة يمكن في الفترة السابقة زي كان الشاهد أنه في استدانة لكن حقيقة على الأرض ما كانت فيه أي مؤشرات لأي برامج تنمية معنية مباشرة بالإنسان يمكن كان هو اقتصاد دولة ماشي في تراهل أكثر من أنه يكون اقتصاد مجتمع ينظر لأشياء يمكن كثيرة جدا نعم سيد أحمد يعني الديون كابوس مخيف يعني كما هو معروف السودان مصنف من أكثر الدول المدينة في العالم للأسف حيث تجاوزت سقف الهبك بنحو أكثر من مائتين بالمئة نسبة كبيرة جدا ترى لماذا تفاقمت ديون السوداني لهذا الحد وكيف يمكن تخفيف أثر هذه الديون على المشروعات التنموية بالبلاد طبعا قضية الديون هي المعضلة أساسية بالنسبة للتنمية وبنسبة للإغراض في مشاريع البنية التحتية برضو يمكن من الحاجات الظاهرة يمكن كانت أنه حقيقة أن الإغراض كان لمشاريع يمكن غد لا تلامس جدواها الاقتصادية الاحتياجات التي كان يمكن أنها تضيف غيمة مضافة لإنتاجنا دي واحدة من الأشياء يعني الحاجة التانية الديون كانت يمكن عدم الشفافية وأيضا الإدارة الدين هي كانت حقيقة عقبة كبيرة جدا كانت بتواجه القائمين على مسألة الديون التي تحديدا كانت في تنازع بين وزارة المالية والبنك المركزي وحاليا يمكن الملف في وزارة المالية لكن يبقى هذا الملف بتفاقم الديون هو عقبة كأود في ظل أي تقدم نحو إغراض أكثر فكان من البداية لو حصلت إصلاحات حقيقية والاتجاه كان ماشي في أشياء كان ينزل لها الدائن بطريقة كان يتوصل لأهداف كان ممكن تساعد الحاجة التانية النظام السياسي ذاته هو طبعا عقبة أنا أفتكر أنه بعد حاليا بعد الفترة الحكومة الانتقالية بعد الثورة العظيمة ثورة ديسمبر أنا أفتكر أنه كل المؤشرات يدل على أنه في رغبة حقيقة من الدائنين وتحديدا نمكن نادي باريس يتقيف عليه معظم الدول الأوروبية وهي تقريبا عندها 37% من الديون أنا أفتكر أنها نسبة كبيرة وده يمكن برضو بساعد كثير جدا برضو التفاوض ومسألة الاستمرارية لقدام لكن هي تظل عقبة قؤود أمام التنمية وأمام النمو وأمام أي تقدم في مسارات الاقتصاد الكل نعم طيب إذا تحدثنا عن نقطة مهمة جدا يعني أثر الدين الخارجي على انسياب التمويلات الخارجية على المشروعات التنموية في البلاد ما هي أبرز المشاكل الاقتصادية الناتجة عن تراكم الديون الخارجية أبرز المشاكل طبعا ترهل في كل القطاعات الانتاجية يعني هي ما حتكون بتلقى سند خارجي في مسألة المدخلات مسألة التكنولوجيا المسألة بتاعددها طبعا بيزيد عليها في واقعنا الراهن مسألة العقوبات ومسألة وجود السودان في قائمة الدور الرائع للإرهاب دي لو ما برضو دعالجت بتظل برضو واحدة من الإشكاليات العساسية أيضا بتوقف عجلة النمو تماما لأنه مداخيلنا حقيقة يعني يمكن واقفة في ودي يمكن ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء في مسألة إضافة القيمة المضافة لمنتجاتنا أو يعني بنصدل أننا حقيقة خام في السرور الحيواني وفي الزراعة ودي يمكن يعني ما عادت في يعني 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 نحن الدول القريبة بالنسبة لنا على مستوى الجوار مثلا سواء كانت مصر أو سواء كانت يعني كينيا أو إثيوبيا دي كلها يعني دول نهضت بمنتجاتها وعملت غيمة مضافة ويمكن هي بتنافس في السوق العالمي دي واحدة من برضو من الإشكاليات الأساسية يمكن تأثير أثر الديون على المسألة دي فلوما عالجت قضية الدين الخارجي بنظلا نحن يعني في نفس النقطة ولا ما حيتحرك اقتصادنا وما حيتحرك كل مسألة النمو في كل الغطاعات اللي نحن بنستهدفها نعم أستاذ أحمد يعني ليس كله شر مطلق التعامل مع الصناديق الدولية بحيث أنه في نمازج لنجاحات متحققة كما ذكرت قبل قليل النموزج المصري مثالا حيث ساهمت قروض الصندوق في نهوض الاقتصاد المصري وكمؤشر حاسم بلغ صاف احتياط مصري من النقد الأجنبي حوالي 44 مليار و917 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضي وفقا طبعا لبنك المركزي المصري هل أنت متفائل بأن نحصد ذات النجاح وما هي المطلوبات في رأيك بالله في طبعا نمازج عدة يعني الليلة في مسار جديد يعني هو يمكن قديم لكن جديد مسار اللي هو الدول الصعضة أو ما يسمى بدول الجنوب دول الجنوب أو التعاون الجنوب جنوب اللي هو دافع بقوة في مسارات متعددة مسار التجاري المسار الاستثماري ومسار الاقتصادي يعني لو حسبنا هذه الدول من كوريا الجنوبية لغاية النمورة الأسيوية لغاية في البرازيل البرازيل يمكن كانت أنجح نموذج في تحريك الموارد الداخلية وفي دعم الغطاعات المنتجة وفي الانكفاء الذاتي أيضا فييتنام كوبا يعني في أفريقيا عندنا حاليا رواندا يمكن هي واحدة من النمازج الحية ولو برضو استقينا من التجارب بنجاح لأنه في تجارب ناجحة جدا اللي هي أيضا ما يسمى بتكتل مجموعة دول البريكس اللي هي الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل دي يمكن حاليا بتشكل 47% من عدد تعداد السكان في العالم بتشكل 27% من الدخل القومي العالمي ويمكن هي من ناحية بتاعة الأرض برضو هي عندها برضو بتمسي الحية بتاعة 17% دي يمكن دول بدت تتجه بقوة وبدت حتى تأسس لمنظومة عالمية مش مناهضة للمؤسسات بريتين وودز الاقتصادية البنك الدولي والآيميف وإنما أيضا أنشأت ما يسمى ببنك التنمية بنك تنمية البريكس اللي هو كان رأس ماله غرابة 200 مليار دولار بدت بيه كصفقة يعني كحزمة أولى ويمكن ساهمت الصين لوحدها ب50 مليار دولار للبنية التحتية في أفريقيا دي يمكن كلها ممكن لو داخليا أننا استوعبنا المسألة بتاعة البعد الإقليمي والبعد الخارجي السياسة الخارجية بتاعتنا ومع السياسات الداخلية بتاعتنا في سواء كانت السياسات المالية والنقدية ورؤية واضحة لكيفية إدارة هذا المسار أنا أفتكر السودان ممكن يظل في توازن مع دول الشمال ودول الجنوب لأنه هما الاثنين بيكملوا لبعض يعني ما في واحد خصم على التاني لكن ده محتاج لسياسة خارجية متوازنة وسياسات داخلية على اللقاء ماشى مع الأجندات العالمية وتلتف حول أهداف التنمية المستدامة نعم قبل قليل أستاذ أحمد ذكرت دول الجنوب يعني ما المقصود بدول الجنوب وانت ذكرت أنه هي نمازج ناجحة لبعض البلدان شهدت نموا اقتصاديا كبيرا وتطورا تقنيا هائلا يعني ما المقصود بدول الجنوب خاصة أنه في توجه ثوري يدفع باتجاه تفعيل التعاون بين هذه الدول وهل أنتم تدعمون هذا الاتجاه أنا حاليا يمكن الملف الشقال فيه وأنا مستشار قليمي للأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب مسؤول من المنطقة العربية وذكرت المسألة لأنه حقيقة أنا في الفترة الفاتت كانت عدة مؤتمرات قليمية وتجارب حية على الأرض شاهدنا حتى على مستوى السودان بالمناسبة في المجال الزراعي فدول الجنوب هو هو مفهوم يعني ما جديد مفهوم قديم اللي هو بدأ من مؤتمر باندونغ في 55 مرورا بمجموعة 77 والصين اللي هي كل دول الدول النامية اللي كانت حقيقة بتتأثر من عدم العدالة في التجارة الدولية وأيضا في مسألة الهيمنة الاقتصادية لبعض الدول في الشمال فيمكن حاولت أنها أيضا ثاني تعيد نفسها من جديد وبدعم من الأمم المتحدة حقيقة عقد مؤتمر في 2009 في نايروبي وده سميت بمخرجات نايروبي لهذه عرصة مبادئ وقيم التعاون جنوب جنوب اللي هو التعاون بين دولتين من دول الجنوب مثلا دولة السودان ودولة مصر مثلا في مجالات نقلة تكنولوجيا مزألة التجارب الناجحة في الطاغ والاقتصاد الأخضر مع إيسيوبيا مثلا في تقانات القطن مثلا دي نمازج يعني ممكن تكون يعني بيحصل لها انتقال من دولة لأخرى لكن الحقيقة هو المربط في الموضوع ده كله أن دول الجنوب ممكن تساعد في نقلة تكنولوجيا المتطورة مثلا من الصين أو البرازيل أو التقنيات الزراعية حقيقة برضو من جنوب أفريقيا من روسيا من الهند دي ممكن مرات ما بتتاح في دول تاني غير هذه الدول ده اللي هو ده التعاون برضو بيكون في شكل بتاع تعاون في شكل بتاع منح وفي شكل بتاع مساعدات دولية ده برضو بيساعد كثير جدا في مسألة التنمية لأنه حقيقة أنه نحن البعد التنمية الدولية ده يفترض أصلا لا يفترض أنه نسقطه وهي ما منح أوهبات بتقدم لكن استحقاق مثلا وكالات الأمم المتحدة دي السودان شريك والسودان من حقه أنه تقدم له مساعدات بصورة منتظمة وأيضا تقدم له مساعدات بطريقة غير منتظمة من الدول الدائرة الساعد يعني أنت كخبراء سازحمت مع هذا الاتجاه لتعاون مع دول الجنوب نعم أنا أفتكر هو واحدة من النمازج السماشة بقوة وهو طبعا في تعريفه أيضا هو أوسع من التعاون التنموي يعني أوسع منه بكثير تعاون بيشمل التجارة العالمية يعني لو حسبنا الليلة التعاون بين الدول النامية في آخر تقريل قدموا مركز الجنوب في جنيف تقريبا 60% من التجارة العالمية بين دول الجنوب ده مرات بخط علامة استفهام حول منظمة التجارة العالمية لأنه إذا كانت دول دول الجنوب في مابيناتها يعني بتخش في مسألة التجارة البينية بيناتها على مستوى أفريقي على مستوى العقاليم فمؤكد أنه في تعاون أوسع وفي شكل بتاع استثمارات يعني وفي شكل بتاع تعاون تنموي يعني دول الدول أيضا الدول النامية أو دول الجنوب في 2018 وصلت دعمها في مابيناتها لـ 800 مليار دولار يعني أنا أفتكر ده برضو مبلغ كبير نعم صحيح ده لو حسبنا برضو الدول العربية مثلا يعني في آخر تقرير أنا برضو كنت مشارك فيه في المنطقة العربية كانت في 2000 اللي هو أهداف التنمية الأولى أهداف العلفية الانمائية من 2000 إلى 2015 ألزمت كل الدول الغنية بأنها تدفع 0.7 من دخلها القومي للتنمية ففشلت ما عدا خمسة دول فقط فيها ثلاثة دول سكاندنافية وفيها هولندا ولوكسنبورج يعني دي الخمسة دول فقط بينما أنه التجريد أثبت اللي هو نشر في 2017 وضح أنه الإمارات والسعودية والكويت مساءة ثلاثة ساهموا ب 1.5 اللي هو دبل المبلغ اللي التزمت به والدول الغنية فأنا أفتكر في موارد في المنطقة العربية لكن كيف أنا أفتكر هذا الكلام الذي ذكرناه أول لمن نرسح أخيرا نسبة لضيق الزمن هل أنت متفائل بحل مشكلة ديون سودان بسرعة سريعة في أقل من دقيقة متفائل حقيقة لأنه في إرادة سياسية دي حاجة واحدة في حقيقة يعني إشراقات لنحضة يعني أو لأسس لدولة مدنية يمكن بدأت تتشكل بطريقة يعني يمكن رغم على السر ناس قلقين جدا بمسألة التشكيل الوزاري لكن أنا مطمئن جدا أنه ذات يعني عافية وخير في أنه التمحيص على أساس أنه لازم يكون فيه تناغم ومتنسيق بين هذا المكوّد لأنه سيقود في المرحلة القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لك كنت معنا من الخرطوم عبر الحدث الاقتصادي الأستاذ أحمد حسين أحمد خبير تنموي مختص في التعاون الدولي ومستشار إقليمي في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك ننتقل معكم مشاهدين عبر الحدث الاقتصادي عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية اشتركوا في القناة